من جنيف ينضم إلينا السفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة إليك التحية سيدي نتحدث عن تطورات الأوضاع وخاصة الإنسانية للأهالي في قطاع غزة وخاصة في ظل التحذيرات من منظمة الصحة العالمية من اقتراب نفاذ الوقود ومياه الشرب من قطاع غزة بسبب حصار جيش الاحتلال الإسرائيلي فكيف يمكن توصيف هذا الوضع الإنساني؟ نعم صباح الخير لك ولكل المشاهدين طبعا أن استهداف الجيش الأسرائيلي إلى كونفوي تبع للعنوة والذي يحمل أيضا العالم الأمريكي وهو كان في موقع العمليات أي يعني أن هناك تبليغات رسمية للجيوش التي تتحارب للفصائل التي تتحارب عن وجود كونفوي للأمم المتحدة مما من المفروض أن يعطيها نوع من الحصانة رأينا كيف تعمد الجيش الأسرائيلي استهداف مع أنه دكتور هيثم يعني مثل هكذا يعني مباني تابعة للأمم المتحدة بالتأكيد يوجد عليها أعلام واضحة لأمم المتحدة أو حتى هذه المنظمات الإنسانية كما تعلم دائما ما تقدم إحداثيات يومية بوجود هذه الأماكن حتى يمكن أن تشاهدها من الجو الأعلام وغيرها من الإشارات التي تشير إلى أن هذه المواقع هي مواقع دولية لكن هذه الاستهدافات مع ما يترافق اليوم من اعتداءات من قبل المستوطنين على مرأة أيضا من السلطات الأسرائيلية التي أيضا تعتبر نوع من الإضافات الجديدة على الإبادات المتعمدة عن صادق تصور وتصميم كل هذه القضايا إذا ما أدفت إليها أيضا الحصار المائي والنفطي ضد قطاع غزة كل هذا طبعا يشكل بشكل واضح إبادات يعني معتمدة بشكل رسمي بالقبل هذه السلطات وبالتالي يوجد الإسراع اليوم قبل الغد إصدار القرارات البلزمة للكيان أسرائيلي من قبل محكمة العدل الدولية ومن قبل الجنائية الدولية أيضا التي تعمل بشكل متوازن مع قرارات محكمة العدل وما يفعلها أيضا من مستندات ومن تقارير توجز لها الأهداف الرئيسية للكيان الأسرائيلي باستهداف المدنيين الأبرياء نعم دكتور لايثة معنى الخطورة هنا أيضا تقع في المستشفيات المتبقية أو التي تعمل في قطاع غزة وفي خان يونس وفي مدينة رفحة الفلسطينية هي متبقية طبعا نتيجة الاستهدافات المتكررة لهذه المستشفيات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تعلم على مدى السبعة سهور الماضية خطورتنا انقطاع الكهرباء على إجراء العمليات الجراحية نحن نتحدث على طاقة كبيرة جدا يعني لا تستوعبها مثل كذا مستشفيات لوصول هذا العدد الضخم من المصابين والجرحة والمتوقع أيضا أن يزداد هذا العدد نعم مع الحصار الذي أشرنا إليه وإضافة إلى هذا الأمر ما ذكرته حضرك الآن يمكن أن نشير أن الكيان إسرائيلي يبدو أنه أخذ قرارا ضمنيا بالتطهير العقي وبالاستنرار في عمليات القتل وبترحيل الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية هذا بات واضحا للجميع وأعتقد أنه ليس هناك من التباس حول هذا الأمر لأنه ما نراه اليوم في الميدين وما نشهده من اعتراضات على القرارات الدولية ومن عدم المبالاة حتى بالتصريحات لحلفاء إسرائيل اليوم أنها ستمضي في عمليتها العسكرية حتى لو بقيت لوحدها في الميدان طبعا كل هذا يشير إلى أنه فالنية المسبقة موجودة وهناك كارثة أكبر تتقع فيما لو استمر هذا الاشتيح الحاصل اليوم في رفع صحيح طبعا هذه الخطورة التي تشير لها دكتور أهيثم ودائما حقيقة ما أشرت إليها حضرتك طوال لقاءتك في سبعة شهور في ظل ما يسمى بدبلوماسية العتاب أو المعتبة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل الحليفة طبعا فقط لا غير يعني يتحدث مثلا عن عنوين ننظر في مزاعم نحاول أن نقرأ هذا التقرير بدقة وغيره يعني سياسة العتب والمعتبة التي لا تجد نفعا وفي ظل ما ترابط مدير المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية بتوفير حماية دولية للمستشفيات المتواجدة التي تعمل الآن كيف يمكن أن تكون الضغوط الدولية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية ضغوط ملزمة على أرض الواقع وليس ضغوط معتبة هناك سلسلة من الإجراءات يمكن لهذه الحكومات أن تتخذها منها اقتصادية ومنها أمنية ومنها اجتماعية ومنها يعني هناك قضية بسيطة جدا أن يمنع قبول الجواز السفر الأسرائيلي في المطارات هذا أيضا رسالة واضحة دولية للكيان الأسرائيلي بأن ما يقوم به حتى ينطوي على المدنيين الأسرائيليين عندما تمنعهم من دخول أي من المطارات نتيجة مقاطعة الجواز السفر الأسرائيلي هذه أبسط الأمور يمكن أن تحصل اليوم إذا ما أردت أن ترسل إشارة جدية صادقة أنك تريد أن تلتزم إسرائيل بالمقرارات الدولية طبعا يعني كيف تثمن الخطوة التي قامت بها مصر بتوفق مع جنوب أفريقيا إلى دعمها في الدعوة المقامة ضد إسرائيل أيضا والتحركات المصرية المكثفة دكتور هيثم كما نعلم نعم يرىها مراقبون ترىها دول طبعا أنها تحركات واقعية على الأرض في حيث كافة الجهود الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وممارساته لا إنسانية بحق المواطنين في قطاع غزة أنا شخصيا لي مقربة شخصية وأعتقد أنها شبه معممة لدى الدوائر الأخرى في مجلس الدولي لحقوق الإنسان المعطمة للأمم المتحدة وهي أن مصر منذ بداية أحداث في 7 أكتوبر ومقارضاتها المدروسة الدقيقة التي مضت بين النقط تبدك وبين الغان حتى تتمكن من تحد فتيل الأزمة استدمت بالتعنط الأسرائيلي وعدم تجاوبه وبالتالي حذرت مرارا وتكرارا من عدم القدوم إلى رفح والسيطرة على معبر فيلادلفيا ولكن يبدو أن الكيان حاول أن يقلل من أهمية الدور المصري والتصريحات المصرية الرسمية وبالتالي ما قامت به مصر هو في صلب النواية الجدية للجمهورية المصرية العربية وهو التحذير والتحذيرات والمقاربات التي دائما دعني أضيف شيئا جد مهم أن هذه الخطوة أنا قمت ببيان حول هذه القضية هذا الموضوع جد دقيق وخطر لأنه إذا لم يتلقفه المجتمع الدولي بأكمله نحن أمام مأس إقليمي وأؤكد لك أنه سيكون دولي صحيح وخاصة دكتور هيثم يعني في ظل تحذير من حجم من حجم ودور لا تنسى على المستوى العربي والإسلامي وخاصة في ظل تحذيرات الأمم المتحدة مثلا الآن والهائية المعنية من زيادة نسبة الفقر بين الفلسطينيين بسبب تراجع عمليات التنمية وانهيار البنى التحتية ما يؤدي إلى مجاعة خطورة هذه المجاعة وكيف يمكن توصفها أيضا ومحاولة مساعدة هؤلاء الذين يعانون يعني أنت تعلم أن هناك مثلا عدد كبير من الأطفال يعانون من سوء التغذية وبالتالي مجاعة ما يؤدي إلى موتهم فهنا كيف يمكن هنا التعويل على هذه النقطة بالتحديد في تعريف العالم بخطورة ما يمكن أن يحدث للأطفال حتى في قطع غزة إنه أنا أرى بأنه الدور المصري الجاد الذي أرسل رسائل أعتقد واضحة جدا وعلى المجتمع الدولي أن يتلقفه بأكمله لأنه إذا ما استمرت هذه الأزمة لا تكون فقط مصر من ستتحمل أعباء هذه الأزمة أعتقد أن معظم الدول المحيطة بداية وقد يتم تصدير هذه الأزمة إلى دول أخرى عبرة للقرارات صحيح الضغط يعني لا يولد إلا انفجار وإذا ما وصل هذا الضغط إلى الدول المجاورة وأعتقد نحن قابل قوسين أو أدنى من النصر إلى هذه الدرجة لذلك يوم هو الموضوع الطارئ إذا أردت أن تبدأ هذه الحكومات بالبحث الجدي وبالضغط الجدي وأنه وجه إلى صحيح وفي ظل طبعا دكتورة في ظل حقيقة صعوبات مجاعة تظاهر كبير في الحالة الإنسانية والحالة الصحية أيضا كما نرى يعني أعتقد أنه من المهم جدا أن يتم القادة ضوة حول كل هذه المآسلة وعنى منها أهل قطع غزة أشكرك عن التفاصيل الواضحة من جينيفة سفير الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان كنت معنا أشكرك شكرا جزيلا